منع دونالد ترامب من العودة إلى البيت الأبيض هذا ما خلصت إليه مداخلات فريق الادعاء في اليوم الثالث من محاكمة الرئيس السابق فريق الدفاع شرع بتقديم الإفادات أمام مجلس الشيوخ محور مرافعاته يؤكد مأساة لا علاقة لدونالد ترامب بها على أمل تبرئته بسرعة من تهمة التحريض على العسيان واشنطن بوست قالت إن العارة سيلحق بمجلس الشيوخ إذا فشل في تحميل ترامب مسؤولية هجوم الكونغرس وأكدت أن أي متابع لجلسات مجلس الشيوخ لن يخطئ في التوصل إلى أن ترامب مذنب في قضية الهجوم على مبنى الكابيتل في هذا الوقت البيت الأبيض صامت دوائره كانت واضحة في التأكيد أن الرئيس جو بايدن يؤثر الانصراف إلى العمل وعدم التعليق على المسار القضائي وفي السياق قالت صحيفة اندباندنت البريطانية إن بايدن ومساعديه يتجنبون عمداً الانخراط في النقاشات المتعلقة بمحاكمة عزل ترامب وهذا ما جعل البيت الأبيض الجهة الوحيدة التي تتجاهل هذه القضية ولا تتطرق إليها علناً وتنقل عن أحد مساعدي بايدن قوله إن البقاء بعيداً عن تلك المعركة يسمح له بالتركيز على القرارات الخاصة بحزمة الإغاثات المخصصة لكورونا وبالإبقاء على علاقة ودية مع الجمهوريين البيت الأبيض صامت وكذلك ترامب الذي ينقل عنه أحد محاميه بأنه متفائل جداً ملمحاً إلى تسارع وطيرة المحاكمة وإمكانية إصدار حكم مطلع الأسبوع مقبل